اشتركوا في القناة لأنه هيتم توقيفه واعتقاله غدا بكرة الثلاث ودعى أنصاره إلى التظاهر لأنه احتمال توجه إليه تهم رسميا في قضية دفع فيها مبلغ من المال لنجمة أفلام إباحية اتهمته بعلاقة معاه ترامب كتب بأحرف كبيرة زي ما انتم شايفين كده بالنص تظهروا ينهر بيد استعيدوا بلدنا أبا يعني الموضوع إما قوة القانون اللي عايز يحاكم ترامب أو قانون القوة اللي عايز يحمي ترامب أنا أقوى وقانون القوة اللي يسود فتظهروا علشان نخليهم يرتدعوا يعني يخافوا مننا في حالة طبعا اعتقل أو حتى وجهت إليه اتهمات فديها تكون سابقة للرئيس السابق في الوقت المتعدة الأمريكية وإذا استجاب الشعب بالفعل مطابل ترامب فإحنا هل هنكون أمام احتمال مش لازم حرب أهلها بالمعنى الدقيق للكلمة بس نوع من أنواع العنف المتبادل طب هي إيه قضية ترامب أقول لكم بشكل سريع كده اتهمات وجهت للرئيس السابق بأنه دفع مبلغ حوالي 130 ألف دولار من شوية أسابيع من انتخابات 2016 من فلوس الحملة الانتخابية يعني مش فلوسه الجوه دا دقيقة كمان إشارة لأن الفلوس لهم جمعوها عشان الحملة الانتخابية لها دفع من 160 ألف دولار عشان إيه عشان يسكت ممثلة إباحية اسمها معانا يعني اللي بتقول إنها أقامت علاقة مع ترامب قبل سنوات والقصة دي كان ساعتها لو اتفضعت كانت ستضر بحظوظه في الانتخابات اللي طبعا فاز فيها ساعتها وبقى رئيس أمريكا المنشور دا عمل حالة من الخوف عند قطاع من الناس اللي قالوا يا نهار ربي احنا نرجع لستة يناير في 2020 لما خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن ويساعتها بردو ترامب كتب على تويتر منشور مشابه وقال الانتخابات السرقت منه وانزلوا تظاهروا والآخر في جن حرككم اللي حصل واقتحاب مبنى الكابيتل اللي هو مبنى البرلمان يعني وهرج ومرج وحدث لا ينسى في التاريخ الأمريكي لأنه رئيس أمريكا بمنطقة البساطة بيضرب عرض الحائط بالنظام الانتخاب الأمريكي بالمؤسسات الديمقراطية بعد اليوم دا حزر ترامب من تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى لأنه اعتبر شخص بيحرد على العنف فعمل هو منصة خاصة به اسمه تروث ونشر من خلالها المنشور الأخير وصحيح بعض المنصات الأخرى رجعت الحسابات بتاعته لكن بيظل هذا رجل مقلق ويتخاف منه لأنه ممكن ينطأ بكلمة تعمل مشاكل كتيرة وتؤدي العنف وفيهم سماعون له خلونا نشوف شوية من قراء الشارع الأمريكي ونرجع نكمل نقاشنا وإذا حضر الماء بطل التأمم وبدل ما نعدى رغيف معنا الدكتور سمير تقي الباحث الكبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن مسائل خير دكتور سمير ويا رب يكون حضرتك بخير ونسأل حضرتك السؤال البايخ اللي كل الناس بتسأله هو ممكن فعلا ترامب يقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب أهلية أو إلى احتراب أهلي إلى آخر تفضل يا فنم لا بايخ ولا حاجة بالعكس السؤال الجدي ويجب أن أخذ دائما بعين الاعتبار وأشكرك على هذه المقدمة التي قدمتها في قناتكم لأنها دقيقة وعلمية الحقيقة ما أريد أن أقوله هنا هو أن يجب أن نتعود على هذا الفولكلور الأمريكي بمعنى أن تذكرني ما يجري الآن هو ما حدث في عام 1970 عندما قتل أولا رئيس كيندي ثم مارتن لوثر كينغ ثم جرت عدد من الأطيالات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وظهرت حركة الهيبي ثم ظهرت أيضا الحركة المناهضة للحرب الفيتنامية وبدأ بأن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية سوف ينهار لكن عمليا برأي أمريكا يجب أن ندرك بأنها تمر بعملية تحول كبيرة لا شك أن شخصية استثنائية لنقول بالمعنى ليس في إطار المدح وإنما شخصية ليست عادية فلنقول مثل ترامب تلهب المشاعر وقد تؤدي ولكن أريد أن نشير إلى قضيتنا أولا إمكانية إعادة تكرار ما جرى في السادس من يناير تبدو مستبعدة جدا لأولا لأنها قد استهركت الدفع الأولى من هذا النمط وكان الرئيس في حينه على منصبه أما الآن فهو يعتبر مواطن عادي النقطة الثانية في الموضوع هي أن أعمليا الحزب الجمهوري منقسم بعمق هو يدافع عن ترامب بشكل من حيث المبدأ بأنه يجب لأنه إزاء دين ترامب بطريقة مهينة في المحاكم الأمريكية فسيؤدي ذلك إلى خسارة الحزب الجمهوري لجزء من قاعدته المتمثلة بالمسيحيين المتعصبين بالمحافظين ولكن رغم ذلك يجب أن ندرك بأنه منذ أسبوعين جرى اجتماع للتحضير لعمليات الانتخابات الرئاسة في 2024 وكان الاجتماع ليس موحدا كان هناك اجتماعين في مكانين مختلفين اجتماع حضره بومبيو بينس ومرشحين آخرين واجتماع حضره الرئيس ترامب وبالتالي الانقسام كان واضحا في نية الحزب الجمهوري على الحشد بهذه الطريقة أعتقد ليست واردة على الأطلاق وهناك رغم تأييد الشكل للرئيس ترامب هناك حزر شديد النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها وهي أنها ليست قضية السيدة هو لم ينفي أنه قضى ليلة معها ولكنه نفى بأن النقود كانت من نقود الانتخابات وكل ذلك ولكن الأهم من ذلك هو أن هناك الآن حزمة متكاملة من الدعاوى التي تطرح بشكل تصعيدي تنمو ويجري بناءها تدريجيا حول ترامب سواء متعلقة بقضية الضرائب سواء متعلقة بمارلاغو سواء متعلقة بالتحريض للسادس من يناير أو بقضايا أخرى متعلقة حتى الآن بتمويل احتمالات تمويل روسي لموقعه تروث ومحدد البنك الروسي الذي يمول إلى آخره كل هذه القضايا التي يتم بناؤها تدريجيا بحزر شديد بمعنى الهدف ليس هو عمليا اتراج الحزب الجمهوري إلى درجة أنه يقف إلى جانب ترامب ولكن في ذات الوقت الهدف منه هو تطويق ترامب تدريجيا تلك يتم العملية بلا شكلها جانب سياسي ولكن المؤسسة القضائية الآن تحيط بترامب من خلال قضايا مختلفة ومن جهات مختلفة دكتور سمير مهدى على طول بيطرح السؤال هل المؤسسة القضائية دي بهذا المعنى مسياسة أي أنها تتبنى أجندة الحزب الديمقراطي أم هي بينظر إليه على أنها محيدة وأن الموضوع ليس أكثر من أن هناك جانب مهني وعدالة وأدلة وإلى آخره السؤال جدي جدا الحقيقة من حيث المبدأ القضاء الأمريكي في مراحل معين على مستوى المحكمة العليا تدخل فيه السياسة وهذا مؤكد لأن الرئيس هو الذي يعين بعد تصويت وموافقة الكونغرس إذن هناك لعبة سياسية في الموضوع تؤدي إلى تلك ولكن على مستويات الدنيا هناك طابع أكثر استقلالية بكثير والأهم من ذلك هو أن الآن القضايا التي تحيط بالرئيس ترامب ليست في منطقة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية وليست في دائرة قضائية واحدة وإذا افترضنا أن سمت قاضي متحيز ضد ترامب فهناك كتلة أو عملية منظومة قضائية كاملة من هذه الناحية هناك ثقة بأن المنظومة القضائية الأمريكية حافظت على نفسها حافظت على نفسها في مراحل سابقة حين حاولت تدخل الرئيس كلينتون في قضية نزاهة الانتخابات لصالح الديمقراطيين حاولت تدخل بعض الأحيان من ناحية سياسية حين كانت هناك نتائج ليست حاسمة فيما يتعلق بالانتخابات وأيضا في قضايا التي أدين بها الرئيس كلينتون في السابق في مراحل لاحقة أيضا في قضايا مختلفة متعلقة بالرئيس أوباما كان هناك أيضا قضايا مشابهة وأيام الرئيس ترامب هناك ضغوط مريست على ولكن دوما كان هناك قدرة دا المنظومة حتى الآن دكتور سمير أنا أوصف لحضرتك الجانب حيث عارف يقولك كذلك ما بيقوله حينما ينظر الناس عندنا في العالم حيث لك مش بعيدة على العالم العربي يقولك هو إيه الديمقراطية الأمريكية دي يعني بيختار ما بين واحد بيقعه وهو طالع السلم اللي هو بايدن وواحد تاني بكل هذا الكم من الكوارث لو ترامب وينظر الناحية التانية يلاقي بوتين ويلاقي تشيرمن تشيف الصين يقولك أنت أنا مش عايز ديمقراطي أنا عايز ميريتوكراسي أنا عايز نظام قيم على الاستحقاق على الكفاء إيه الديمقراطية اللي هو جعل دماغنا دي حالك بقى باعتبار حالك باحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن يعني لك قدم في واشنطن وقدم في البلدان العربية إيه القراءة اللي عليك شوفها أكثر حكمة ووعيا في المشهد ده يعني القراءة الأولى هي أن الرئيس الأمريكي هو أضعف رئيس في العالم بسبب بنية النظام الأمريكي بمعنى أنه مثل الشخص الذي يدخل إلى صفرة مفتوحة أمامه يقدم سلاسة أطباق له أن يختار واحد منها ولكن هو ليس الطباق ولا يحدد قائمة الطعام وبالتالي نعم الرئيس الأمريكي محكوم بعملية ما يسمى بالشيكس ان بالانسز وهو التوازن بين المؤسسات القوية جدا والتي هي مؤسسات بيروقراطية دخمة أصبح لها تراث قديم وهذا ما لم نتعود عليه بالنتيجة الديمقراطية هي إدارة الفوضى وقوة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعتقد بأن مثلا هي تستطيع أن تذهب إلى الحرب وتخسر عدة حروب تستطيع كل الحروب التي ذهبت إليها أمريكا الحروب الصغيرة خسرتها ولكن هذا لم يغير شيء بأن يتم الإطاحة بالرئيس ويذهب فوتين إذا خسر حربه في أوكراينيا تنهى الروسيا هذا هو الفرق بين نظام ديمقراطي ونظام شمولي يا دكتور سمير أنا أستاذ الحرك عايزين جلسة تانية بقى معمقة عن الموضوع بتاع الديمقراطية ده عشان إحنا بنتكلم في الموضوع ده كتير في منطقتنا وإحنا يعني ما فهمنا الموضوع مش دقيق قوي كل الشكر الدكتور سمير تقي الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن بصوا عدراتكم هذا الشخص الجالس يقول لكم أنا عشت 12 سنة في أمريكا عملت دكتوراه وعملت ماجستير دكتور سياسة وماجستير اقتصاد ودرست ودرست ويعني كلام زي كده حقول لكم كلمة ممكن تلخص أمريكا العبقرية في النظام وليس في الأشخاص صحيح اللي حط النظام أشخاص إنما في النهاية عمل نظام مارجريت تاتشر قالت عبارة بديعة مارجريت تاتشر كانت رئيسة وزراء إنجلترا قالت إيه؟ قالت اللي صنع أمريكا الفلسفة يعني الآباء المؤسسين الخمسة وخمسين شخص اللي قعدوا في فلادلفيا وخطبوا الدستور الأمريكي وإعلان الحقوق المبادئ والكلام ده هم اللي صنعوا هذا حطوا فكرة الفيدرالية حطوا فكرة الربابليك ما كانوا يش بيسموها ديمقراطية ساعة اللي صنع أوروبا بقى ده لسه كلام مارجريت تاتشر مش الفلسفة وإنما كان التاريخ بصراعاته الدموية وخلافاته الحادة إلى آخره الخلاصة أمريكا نتطنفه بعض ألعب قرية في النظام زي ما قال دكتور سامير تقي وأكيد هنلتقي بدكتور سامير مرة تانية في موضوعات أقرب لنا بقى إحنا